مرحلة الثالثة لنبدأ أولاً بالتحدث حتى نفهم القصيدة القصيدة هي عن نقد سياسي نقد سياسي لخصوم الملك في نهاية القرن السابع عشر تعتبر واحد من أفضل قصعد الهجاء السياسي طبعاً هنان طلابنا الفكرة منها أنه غرض منها كان حتى يضمن الشاعر اتهام الدوق شافس باري بمن بخيانه ويحكم عليه بالأداء دريدان بوليتيكي ستارة أبسوان أكتفور رفلكت على البوليتيكي في إنجان دون إراءة البابوية تحكين نهاية القصيدة عن السياسي في فترة البابوية البابوية معنى هنا مؤامرة البابوية المؤامرة البابوية شنو؟ مؤامرة البابوية هي مؤامرة الدماريك عندما الواجب بريطاني حزب بريطاني تحت قيادة شايتس باري لكي تحكين نسعود طلابنا إما إلى إيقاف أو عدم سعود جيمس الثاني إلى ستة العاش؟ لأنه كاثوليك بكل بساطة لأنه مو إنسان مجيد ولا شيء بس لأنه مذهب كاثوليكي حزب بريطاني طبعا كان يسعى إلى تمرير قانون برلماني قانون الاستبعاد شلو قانون الاستبعاد؟ كان يسعون بهذا قانون الاستبعاد أن يستبعدون أخو الملك وريثة الأصلي اللي هو وليل العهد جيمس من الثروم لأنه كاثوليكي يستبعدو من سجة الحكوم لأنه كاثوليكي وأنه سيضع الالجمس الحدث من شارل II دوك من المالي و هذا بمكان راح يخلون دوق من المالي طلابنا يعني يكون وليل للعهد وهذا دوق من المالي هو ابن غير شرعي الملك يعني ابنه ولكن مو من زواج مو من خارج يعني طار الزواج درايجن امبلوز 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 طبعا درايجن كان ذكي حتى ميستخدم لأسماء نفسه ويسبب له احراجات قانونية فاستخدم قصة قصة انجيلية اللي هي قصة ابسلوم اللي هو ابني ملك داود عني السلام حتى شنو ينقد حزب الوكز البرتستانتي وقاعده بعده البرتستاني البرتستاني في مكانزم البرتستاني انجيلي كل شخصية اعطيت اسم انجيلي كل شخصية اعطيت اسم انجيلي يعني الشخصيات السياسية هم منه دوق منماث حدا اسم الحقيقي دوق منماث دوق منماث دوق منماث شنو يعني مفارقة او عفوا التشابه ما بين اثنين اثنين هم أبناء غير شرعين ولكن هاذه حسب بوفق ديان المسيحية انه هو ابن غير شرعين الملك داود king of israel ملك اسرائيل مملكة اسرائيل او يهود القليمة بويتك representation of the duke of monomoth وهو تمثيل شعري المن دوك ملماث the legitimate son of charles second king of england يعني ابن غير شرعي duke of monomoth هو ابن غير شرعي charles الثاني من الكنكتر the descendant jews were seeked to make him higher to his father's thrones طبعا هنانا يعني الويكس حزب الويكس اللي يمثلهم باليهود الشعر يسعون الى جعله شنو طلابنا وريث الوالد الشخصية الثانية منه طلابنا هو duke of chaysbury هذا duke of chaysbury is a false tempter is giving public name actiful هو شنو طبعا هذا هو خالف المخطط كله يعني القاعدة حقيقية المخطط المعامرة أعطيه الاسم شنو اكتفل اكتفل is the chief of the rebels jews wicks طبعا هو كان بالانجيل اكتفل هو كان يتلعب بمن يتلعب بابسلوم ابن ملك ابن الملك داود فهنانا هذا chaysbury ايضا يتلعب بمن doke of monomoth يعني شوفوا التشابه بين اثنيات هذا ابن غيش شرعي وابسلوم يعني ابن غيش شرعي و duke of chaysbury يتلعب بالناس يعني شو نقول حوش المؤامرات ويتلعب بالناس والمصالحة نفس اكتفل موجود بالانجيل فهنانا انطاع شنو اسم اكتفل اكتفل is the chief of the rebels jews wicks and poetic representation of duke of chaysbury هو اتام سي برسود ابسلوم كان يسعى لشنو اغراء ابسلوم duke of monomoth to see his father's throne حتى شنو يحصل على عرش والده وبعدين هو يعني مثل ما نقولي العبي هو يتحكم بال يعني بمملكة كلها قد نمنوا بعد duke of pangham duke of pangham هو شخصية اللي راح نحكي عنها اليوم is the given public name of zimmeri انطاع اسم زمري شاعر ليش انطاع اسم زمري لان هذا duke of pangham هو صديق الملك شارلز ولكن انقلب عليه ليش انقلب على الملك طلابنا بكل بساطة لانه الملك اختار وريث عرشة هو اخو واخو كاثوريكي هذا اعمى شنو تعصبه طائفي وخلاه انقلب على صديقه وايضا ملكه شارلز الثاني زمري is unfaithful servant هو خادم غير وفي شوفوه مثل duke of pangham يعني خان ملك ماته وذلك هو unfaithful غير وفي اعمى شخصية ملك الشارل الثاني جالاذ عெلك هل تعصبه دويد 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 كنه ملك اسرائيل اعمى شخصية ملك حو كارلز الثاني حو كارلز الثاني king of England many dissatisfied Jews وغز wished to rebel against him and to secure his successions of his illegitimate son كان هو من حزب وغز المتعصبين يسعون إلا جعل ابن غيش يرعي أبسلوم دوك من ماث أفوان هو يكون وليث العاش الوريث الأصلي الحقيقي الشرعي هو كاثريك نروح على تحليل الأبيعات مع ترجمتهم الانومرموس host of dreaming saints succeed of a true old enthusiastic breed نجاح حشد كبير من القديسين الحالمين من السلال الأصيل المتحمس القديمة طبعا هذا نقد إما للحزب الوغز the rise and satirized member of the وغ party ينقض أعضاء حزب الوغ party protestanti من طافة protestantية مسيحية who are dreaming saint اللي يشبهم بمن القديسين الحالمين and succeeding in forming a political party واللي نجحوا تشكيل حزب سياسي أو تحارف سياسي and they are from the upper class of society lords وهم طبعا من قادة يعني من مجلس اللوردات البريطاني من قادة المجتمع من طبق العليا من المجتمع against form and order their power employ nothing to build and all things to destroy ضد الدولة والنظام يستخدمون قوتهم لا يشيء يبنون وكل الأشياء يدمرون the wigs employ their political and financial power against the king and his heir طبعا احنان حزب الوك بارتي يعني استخدموا ووظفوا قوتهم السياسية وقوتهم المالية financial ضد الملك وضد وريث يعني وريث عرشة they don't want to build their country مو غايتهم هو بناء بلدهم they want to destroy it by civil war يدمرون من خلال الحرب الاهلية يعني ما بين الطائفتين البرتستانتية والكاثوليكين but far more numerous was the health of such who think too little and talk too much ولكن حتى الآن أكثر عددا كان قطيع من هذا القبيل من يفكر قليلا ويتحدث كثيرا يشبه يعني الشاعر هنا يشبههم يشبه حزب الوك البريطاني بريتستانتي بمن طلابنا بقطيع من الاغنام اللي ينعق مع كل ناعق ولا يفكرون كثيرا بمصلحة بلدهم من السياسية من السياسيين خاصة قبل الانتخابات ولكن مثل أجلكم الله يعني يشبههم بالحيوانات ميفون يعقون مع كل ناعاق ويحصون مصلحتهم ويمقلبون علينا These ought of men they were not know why adore their father's God and property هلاء بدافعت غريزة لم يعرفوا لماذا سجدوا لآلهة أباؤهم وامتلكاتهم هل يعني ينقذ هاي الحزب الوكز البريطاني برتستانتي ويتهمهم يعني بأنهم يعبدون ما عبد أباءنا الأولون بدون فهم These politicians who are like animals طبعا هاي السياسين يشبههم مثل حيوانات they follow their instincts يتبعون غرائزهم شوفوا هنا أنا instinct يعني يشبههم بهم من الحيوان حيوان اللي يتبع غريزة and they don't know why they love their father's religious sect يعني ما يعفون ليش يعني يتبعون مذهب أباءهم اللي هو protestant ولكن يعبدون شنو on their wealth يعبدون أيضا ثروت and by the same blunt fate of hate of fate the devil and you beside did hate بنفس المنفع العمياء للقدر تمرد إبليس ويبوسيون طبعا هنا أنا يشبههم بالشيطان ويشبههم أيضا بقوم يبوسيون يكنعانيون يتمردوا على الملك داود the poet uses political illusions public illusions تخدم الماح أو التاغ يعني الشعر الإنجيلية of the stories of Satan أما قصة الشيطان اللي تمرد على رب العالمين ورفض السجود يعني السجود لآدم who just obeyed God يعني عارض الله سبحانه وتعالى وتمرد عليه on the jubbisite أو jubbisite أو jubbisite أفون اللي هما طلابنا قومي كانعانيون يبوسيون who where can I tribe اللي كانوا قبيلة كانعانية who built uninhabited جلوسر اللي استوطنوا في القدس barriered to the conquest by king David قبل غزوها أو فتحها من قبل ملك داود who did not accept the role of king David ما عرضوا الحكم ملك داود to exemplify the wigs who disobeyed king Charles II طبعا حتى يشبههم بمن أو يمثلهم يمثل بحزب الوك يعني يمثل حزب الوك بمن باليبوسيون بالشياطين بالشيطان who disobeyed king Charles II اللي عرضوا ملك Charles يعني الوكس بمن نفس اليبوسيون والشيطان عرضوا ملكهم أو يعني الشخص اللي تبقوا born to be saved even in their own despite because they could not have believing right وليدوا لي اخلصوا حتى وكانوا على خطأ لأنهم لا يمتحكون القدر على التفكير بالشكل الصحيح the way that they were thinking was not right because they were blind by hatred towards the Catholic here طبعا هنا طلابنا الفكرة كلش توضح بهذه البيتين انه يعني غايتهم أو سعيهم خلف هذا مخطط جاي من حقتهم كراهيتهم للوريث لأنه فقط انه كاثوليكي من مذهب مختلف مول انه انسان غير صالح أو غير جيد such were the tools but the whole Hydra were more remains of supporting heads too long to score هلا كانوا ادوات ولكن الافعى متعددة الرؤوس كانت اكبر بقت رؤوس الافعى من بثقة لم تحصد نانا طلابنا يشبه يشبه الحزب الويكس بالافعى متعددة الرؤوس الهايدرا طلابنا هاي الهايدرا طبعا شنو كانت يعني افعى متعددة الرؤوس لذلك هم الحزب كانوا الجسم وعضاء والافعى يعني الثلاث رؤوس هما من دوك دوك وزمري وزمري هما رؤوس الهايدرا هاي الهايدرا هاي الهايدرا هاي الهايدرا هاي الهايدرا الهايدرا هاي الهايدرا هاي الهايدرا وخاصة بمرتبة الأولى الزمري هاي الهايدرا طبعا هنانا وقف الزمري اللي هو دوك وفنقهام بالحقيقة ضد ملكه A man so various that he seems to be not one but all man's old mankind ابتوم وهو رجل متباين لأدرج انه لا يبدو شخصا واحد ونما يمثل كل بني بشر زمري دوك وفنقهام is described as man who has various talents and seems to be the best of mankind نانا طبعا وصف يوسف دوك بانقهام على انه اللي منطي شعر اسم زمري على انه متعدد المواهب وهو هو افضل يعني بني بشر هذا طبعا هو irony سخرية من عنده يسخر من عنده ستف ان opinions always and wrong or nothing everything by start and nothing long عني انت في ارائه مع انه دائما على خطأ وكان كل شيء في البداية ثم أصبح لا شيء درائدن states that زمري دوك بانقهام is stiff in opinions always and wrong دائما طلابنا هو عنيد بأراء متعصب لأراء عن رغم من أراء انه خاطئ أو على الجانب الخاطئ as he always chooses the wrong side on the beginning of the concesbury he was one of the leaders but he didn't continue as such كان قاعدة من قاعدة المؤامرة أو قاعدة الحزب ولكن بعدها ما استمر but in the course of the revolving moon one of revolving moon was chemist fedla states man and buffoon ولكن خلال شهر واحد أصبح كميائي رجل دولة ومهرج درائدن gives a satirical portrayal of the زمري دوك بانقهام أنط هنا وصفة هجائية أو لوحة هجائية دوك بانقهام as in one course of one month يعني يقول في خلال شهر واحد he was a chemist كان شنو طلابنا كيميائي فدلة يعني موسيقي either flirt of violence يعني أما يكون متملق مقصود به هنا أو violence موسيقي a political person and clown وصيخ سياسي ومحرج ثم ينفق كل شيء على النساء الرسم الشعر الشر على جانب عشرة ألاف محرج جاء له يغرق في كيف كيف ومعرب ومعرب نعم ومعرب يلمح على طريقة عيش دوق بانجهام اللي هو يعني النسوان ومعرب ومعرب يعني عجب الله يحب النسوان والسكر والعرب ومعرب طريقة عيشة في الحياة in which he spends his time لي بموجبه يخضي وقته عن money وماله on women على النساء arts فنون parties والحفلات and freaks to entertain والمهرجين حتى يمتعوا The last mad man who could every hour employ with something new to wish or to enjoy رجل مجنون يستطيع كل ساعة يجد سرعة جديدة للطموحة والمتعب في كل ساعة عنده فصائحة جديدة موضة جديدة حتى يونس بها نفسه Dryden hands a portrait paints a portrait of a man who is unstable يوصف أن Doug Bangham علانه شخص غير مستقر عقلي untrustworthy غير جدير بالثقة and aimless وبدون هدف Zimery Doug of Bangham طبعا was well known for these traits معروف criticizing and braising where Zimery is Duke of Bangham his usual subject and in both cases he is to show his judgment in extreme way طبعا كان يمدح وينقد داما بطريقة شنو متضرفة So over-violent so over-civil that every man with him was god of devil شديد 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 الأنف أو شديد التحضر وذلك فأن كل الشخص إذا ما قرن به هو ملاك أو شيطان As he was extremist لأنه كان متعصب Zimery Doug of Bangham has either so violent or so civil judgment كان تحكام أما يعني كلش عنيفة أو كلش متسامحة And to him people were either god or devil and nothing in-betweens بالنسبة إلى الناس ما كانوا أما ملائكة أو شياطين ماكو شيء بالنص يعني ماكو إنسان عند أخطاب السجوار والف was his peculiar art Nothing went under unrawarded but deserved أما تبديد ثرو فكان فنه المفضل لم يبقي شيء لم يننه مكافئة إلا الصحراء دراسترائي زمري ديوك بانجهام who has abnormal talent لعندا موهو بغير طبيعي which is wasting money on rewards واللي كان يعني ينفق ماله على الجوائز for those fools who eventually desert him على الناس الحمقى اللي بيغير تركو أو هجرو بغير by fools whom still found too late he had his just and they had his estate فقد نال المهرجون أمواله بعن تأخر في اكتشاف أمره فقد نال بسخريته منهم أما هم فقد استولوا على ملاكه these fools who are beggars that زمري دوكو بانغام has found late in his life طبعا لحظو الحمقى اللي وجدهم دوكو بانغام بحياته he had his fun time and they had his money يعني هم وحصل عنه يعني متعت بالحياة إنه أضحكو وما ضحكو عليه أخذوا أمواله he left himself from court and they sought relief by forming parties but he could never be chief ثم ترك البلاط الملكي وباحث عن رائسه في تشكيل الأحزاب ولكن لم يستطع يصبح رئيسا لها زمري دوكو بانغام left the court طبعا دوكو بانغام بعد ما سمع أنه ملك عين أخو ويثا لعش أخو كاثوليكي ترك يعني ترك البلاط الملكي بلاط الملك Charles الثاني to seek relief ISR راح يعني by establishing the work party وهو يعني كان من أباء المؤسسسين للحزب البرتستاني but he could not be the reader طبعا إحنا ما قدر يصبح زعيم أو قائد هذا الحزب for spite of him the weight of business fell on Absalom and Wise as Actifel يعني غصبا علي على ما شو نقول فقرات بهب كل الثقل السياسي من طلابنا على دوق of Manomouth و دوق of Shaysbury يعني ديوكو بنغام ما حصى شي من هذا التأسيس لأنه بالرغم من فقد وقع الأب على أبسلوم والحكيم Actifel In spite of زمري دوق بنغام was one of the political personage who founded the weight party عن رغم أنه أحد الشخاص اللي أسسوا حزب الوغ يعني من أبع المؤسسين The leadership went to Absalom and Duke of Manomouth and Actifel Duke of Shaysbury ذهب طلابنا هذا يعني الثقل السياسي وزعام هذا الحزب الدوق of Manomouth والدوق of Shaysbury آخر بيتين Thus wicked but in will of means pervert He left not faction but all of that he was left وهكذا ترك الشرير إرادة مجردا من الوسائل ترك الحزب وكل شي As a result Zimari Duke Pankham who was wicked in his intention he كان خبيث بالنوايا but he was a pervert of means to achieve his goals ولكن حرم من تحقيق أهدافه ما كانت عند الوسائل تحقيق أهدافه ما أصبح الزعيم منه ما أصبح الزعيم He left not only his political party ما ترك فقط الحزب السياسي matter faction but also he retires from from in general from نعنا هذا الن حذفوها زايدة from general life وحتى من حياة العامة أتزل بعد أكو ملف آخر طلابنا لكم كان هذا الملف آخر هو يخص قراءة طلابنا قراءة من 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 شخصيات عن الشخصيات مثل ما شوفون هذا جيمس ساكن ووز كاثليك جيمس الثاني اللي كان ولي يعني كراون بيرنز عدنا أفسر وكتفول المقطع زمري هاي القصيدة الشاعر جون درايدن هذا جون درايدن طبعا هو كان من المناصرين يعني الملك وشاعر الملك شاعر البلاط شالز الثاني is given the name king David طبعا هذا الملك شالز الثاني هاي اللوحة يعني ورسمة وهنا أنا أوطي الملك يعني اسم بالقصيدة اسم ملك داود جيمس الثاني كان يعني ولي لأحد لأنه كان كاثليكي سوى مؤامرة ضده من سوى مؤامرة ابن الملك الغي شاعر هذا شوفوا أمامكم Duke of Manomouth is given the given name Absalom and he is a protestant طمان هو protestant يكان وطي اسم Absalom نيش لأنه مثل يعني خان والدة مثل Absalom ابن الملك داود Duke of Shaftsbury Duke Shaftsbury طلب is given given the name Actifl عطي اسم Actifl is the leader of the WIG هو كان زعيم حزب الWIG البريطاني أعتقد اسم الحزب الأحرار هو البريطاني وهنا طلابنا WIGs are given the name Jews and they are protestant طبعا هنا مشبه الحزب الWIG protestant بمن باليهود اللي يعني خانه ملك داود أو هو مقصود بيه ملك Charles الثاني Duke of Pangham هذا هو Duke Pangham اللي القصيدة عليه is given name Zemery الطول اسم Zemery ليش لأن Zemery كان بالقصص الإنجلية خادم غير وفي للملك طبعا أشكر استماعكم وأتمنى تستفادوا من هالمحاضرة في القناة في القناة موسيقى